بسم الله الرحمن الرحيم السلام عليكم ورحمة الله وبركاته الحمد لله و السلام على خير حلق الله محمد بن عبد الله و آله و صحبه أهلا بكم وأهلا محدثكم أبراهيم عبد الحميد في سلسلة سنة أولى كمبيوتر ومقدمة سريعة عن السلسلات إن شاء الله ، كن طويل عليكم المقدمة يكون زمانة قصيرة جدا سنة أولى كمبيوتر سلسلة سنة أولى كمبيوتر موسوعة مصورة لتعليم الكمبيوتر من الترنت هذا شكل مثل موسوعة مصورة لتعليم الكمبيوتر والانترنت النتائج ليس هناك شيئا مانات ing كمبيوتر والانترنت كله على بعضه وكل انسان يستفيد بالقدر اللي هو محتاجه طبعا فكرة وعداد براهيم عبد الحميد طالب هندسة مصر التواصل براهيم عبد الحميد محمول موبايل 022 مفتاح مصر ايميل learnonline.gmail.com متاح الاتصال بالموبايل والايميل لاي استفسار او اقتراح او اي حاجه حتى لو مجدتش حد قادر يوصل للسلسلة ووصلوا الفيديو ده بس وموصلوش بقيت فيديوهات السلسلة ممكن انتصلوا ان شاء الله نقدر نبعتهم طبعا السلسلة برعاية موقع اتعلمه اول موقع عربي لتعليم الكمبيوتر بالصوت والصورة طبعا هو موقع جديد لتعليم الكمبيوتر بالصوت والصورة ربنا يعيننا ويعين صحابه على ان الموقع يكون من المواقع المفيدة بالنسبة للمستخدم العربي واللي يتحقق غراضها في رفع مستوى المستخدم العربي تقنيا او الكتروني فكرة السلسلة فكرة السلسلة الفكرة العامة تناول الجوانب العملية والعلمية التي يحتاج لها المستخدم من نظام تشغيل وبرامج وصيانة وشبكات باسلوب بسيط وملكس يعني الفكرة ان احنا نتكلم عن الكمبيوتر كله كل فروع وكل الحاجات اللي احنا نقدر عليه حسب ما ربناها وفقنا عشان جدا السلسلة ممتدة وده انا اتعرض له كمان شوي يعني السلسلة ملهاش اول وملهاش اخر لا السلسلة عبارة عن حلقات منفصلة متصلة يعني مجموعة مواضيع بنتكلم فيها المجموعة المواضيع دي على بعضها تكون موسوعة او فكرة عامة عن الكمبيوتر هتؤهلك انك تتعامل مع الكمبيوتر بكفاءة وانك تكتسب خبرة عليها في التعامل مع الكمبيوتر يعني انت لما تخلص السلسلة او تخلص الفيديوهات اللي انت تحصل عليها بالسلسلة هتكون لك حاصلة علمية هتبقى زي مستخدم الكمبيوتر اللي يبقى له سنة او سنتين او ثلاثة او اربعة او خمسة او عشرة على حسب انت تخلص قدية من السلسلة فكل ما بتتعلم اكتر كل ما خبرتك في التعاون مع الكمبيوتر بتزيد بسرعة الهدف هو جعل السلسلة مرجعا مصورا يعني موسوعة مرئية لتعلم الكمبيوتر الانترنت مختلف موضوعاتها ومشاكلها لكل الوافدين الجدد وغير متخصصين يعني الهدف من السلسلة هو الانسان اللي مش متخصص اللي ما بيعملش اصلا في مجال الكمبيوتر يعني اللي بيعمله في مجال الكمبيوتر ليهم الشهادات بتاعتهم ولهم الدورات بتاعتهم ولهم المعاكز اللي بيعمل فيها دورات انما احنا هدفنا الناس اللي بتتعامل مع الكمبيوتر لكن هما مش متخصصين لكن هما مش متخصصين المجال ده مش بتاعهم هما ما بيشتغلوش في ده بيشتغل اي شغلانة تانية لكن بيحتاج يستخدم الكمبيوتر كويس؟ سواء في استخدام شخصي او في استخدام تابع المجال اللي هو بيشتغل فيه يعني هو بيشتغل في الطب فهو بيحتاج يستخدم الكمبيوتر في انه يقرأ مثلا احداث البحاث على الانترنت احداث البحاث المتعلقة بالطب فده غد متخصص لانه ما بيشتغلوش في الكمبيوتر كويس؟ فهدفنا الراجل ده وهدفنا اللي بيعمل في الهندسة او ومدروش حلاقة بالكمبيوتر وهدفنا اللي بيعمل في التعليم ومدروش حلاقة بالكمبيوتر والذي يعملوا في الكمبيوتر لو عايزين يتفرجوا معنا او يستفيدوا او يتعلموا اذا كان الموضوعات لا يتعلموهاش يتفضلوا معنا طبعا السلسلة هنعملها ليه بالفكرة دي او ليه بالاسلوب ده ان هي حلقات منفصل متصلة عشان تبقى مجموعة موضية تتفرج على انت تحبه و تسيبه انت ما تحبهش يعني لو في وسط السلسلة او في وسط الفيديو ما حبيتش تكمل ما تكملش ما فيش حد بيكبرك على حاجة السلسلة حرة الفيديوهات مفيش حد ملزم انك لازم عشان تشوف الفيديو رقم عشرة تكون شفتي التسعة اللي قابليه لا الاسلوب ده اسلوب مش محبب بالنسبة لبعض المستخدمين اللي انا منهم لكن المفروض ان احنا ناخد السلسلة بترتيب او بنظام او لكن ما كونش مجبع ان انا اشوف مثلا مية فيديو عشان اشوف مية فيديو عشان اشوف المية واحد لكن انا اشوف الاجزاء اللي انا عايزها وين انا محتاجة طبعا هدف بردك من هدام في السلسلة او من فكرة السلسلة تجميع شروحات كل البرامج العامة الغير متخصصة في السلسلة واحد يعني فيه برامج كتير اهو برامج عامة بتساعد المستخدمين زي مثلا برنامج اي دي ام بتاع الانترنت اللي احنا نستخدمه في ان احنا نعمل زي برنامج الوينرار زي برنامج الانيرو اللي منستخدمه في نسخة الصوات البرامج دي كلها تفاصيل وحاجات كويسة بعض الناس ما تعرفهش فهنا هدفنا ان هذه الحاجات دي كلها تتجمع من خلال السلسلة واحدة يعني احنا نشرع كل اللي نقدر عليه في خلال السلسلة وزي ما قلنا السلسلة ملاحش بداية وملاحش نهاية يعني مفيش وقت هتخلص فيه يعني مثلا مش هتقول السلسلة ده هتخلص كمان سنة كمان سهتين لا ده هي ممتدة اه 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 الى ان يبقينا الله سبحانه وتعالى الطريقة المتبعة لتحقيق الغية من السلسلة هي عمل حلقات منفصل متصل يعني حلقات كل حلقة موضوع لكنهم على بعضهم يتكلمون في الكمبيوتر يعني ليس كل حلقة افوادي الحلقات كلها لها علاقة ببعض لكن في نفس الوقت تقدر تتفرج على واحدة الوحدة والثانية الوحدة والثالثة الوحدة بمعنى ان لو واحد عايز تتفرج على حلقة كل اسبوع اهلا وساني حلقة كل شهر اهلا وساني حلقة كل سنة اهلا وساني لكن لو واحد عايز تتفرج على حلقة كلها في نفس الوقت لا يوجد مشكلة برضه يبقى ده فكرة السلسلة اللي بتديك اكبر قدر ممكن من الحرية عشان كده عملناها بفكرة حلقات منفصل المتصل والسلسلة غير مرقمة السلسلة غير مرقمة اللي يحط الارقام ده هيبقى ترتب من عنده اجتهادي انما انا عملها غير مرقمة وانا بعملها يا متحمد ان انا عملها غير مرقمة يعني مش واحد اتنين تتفرج على الفيديو هاي زي ما انت تتحب انت هتحس ان الفيديو ده قبل الفيديو ده خلاص اتفرج عليه لو ما فيمتش حاجة بارجع للفيديو اللي انت كنت تسيت حاجات فيه واتفرج على سلسلة بشكل عام تلاقي الموضوعات كلها تغف بعضها دي حاجة ثاني حاجة يا منفصلة متوصلة كمان عشان نكرر الشرح يعني فيه اه حاجات مش هتيجي من مرة واحدة فيه حاجات هتشرح منها جزء في الفيديو ده او في الحلقة دي وجزء في الحلقة التانية وجزء في الحلقة التالية لما انت اتفرج على التالية حاجة مع بعض تفهمه طيب انا لماذا جمعتهم مش في حلقة واحدة انه وكنت جمعتهم في حلقة واحدة كان كل حاجة هتدخل في بعض ومجدتش حد يفهم حاجة هدف تاني من الهداف السلسلة او من طريقة التنفيذ اللي احنا نتبعها في السلسلة محاولة تلبيت رغبات المتابعين والتحقيق اختراعاتهم ان الهدف من السلسلة ده هو المستخدم هو المشاهد والمستخدم العربي اولا اخير فالهدف الرئيسي هو ان انت لو لك اي رغبة او لك اي اقتراح في ان السلسلة تتحول الى طريق معين او اننا نعمل فيديوهات عن حاجة معينة او اننا نوصل لمستوى معينة او ان السرعة تزيد او ان الصوت يعلي او ان اي رغبة من الرغبات تطلبها مدام في اطار السلسلة ومدام في اطار حقوقها كالمشروع خلاص ان شاء الله ربنا يعيننا على تنفيذ ده لو كانت رغبة بيطلبها عدد كبير من الناس انما لو لغبة شخص او رغبة شخصين وباقي الناس رفضاها او باقي الناس مش موافقة عليها هنتطر ان احنا نلتزم برأي الاغلبية طبعا شرح الاهم فالمهم يعني احنا مش هنشرح كل حاجة يستحيل ان احنا نشرح كل حاجة بس ممكن نعمل فيديو احنا نيرجح احنا في الانترنت احنا نشرح في الانترنت اكسبولور بعدها ت gerekiyor تربع خمس او 10 فيديوهات من المرة الاولية اهم Fine جميع الشرح ، نش يشغل مهم تاني قابلة للتأجيل تأجيل شرح بعض الاجزاء نرغب ب эп gry الممكن ناجحة seriously firna مرتبطة بحاجة تانية. خلاص? وممكن ناجل حاجة عشان آآ آآ ملاقيني ان الوقت بتاعها مش مناسب. وممكن ناجل حاجة عشان مش نشرح توقتي عشان هي مش مهمة خلص. خلاص? لكن ان شاء الله هنحاول نشرح كل حاجة في الكمبيوتر وكل خاصية وكل قدر المستطاع. في حاجات هتضيع من هنا وفي حاجات هتتوك والكمال اللي هي سبحانه وتعالى وآآ ومش هنقدر نشرح كل حاجة او الموضوع بتاعنا مش هنبقى كامل ده اكيد. اكيد ان احنا مش هنقدر نحقق الكمال. بس نقدر نوصل لمحاولة استكمال السلسلة ككل من كل جونج. السلسلة ممتدة وسوف هتبدأ من الاقدمة من الاحدث. يعني السلسلة ملهاش اول وماخر. السلسلة كلها على بعضها يعني سلسلة. حلو. تبدأ من الاقدمة من الاحدث. يعني البرنامج نفس البرنامج هتشرح كزا مرة. بمختلف اصداراته. يعني مثلا البرنامج الايد ام. ده وقت هنفرض مسلا مسلا. طبعا الكلام بقوة فرض جدل. آآ ان هو موجود منه. فرجان واحد. اللي هي اول نسخة له. خلاص? فاحنا نشرح فيجران واحد. كمان سنة الشركة نزلت فرجان اتنين. فلقينا فيه اختلاف كبير من فيجر واحد وفرجان اتنين. هنعمل فيديو تاني لفرجان اتنين. يعني احنا اشرحنا فيجران واحد في فيديو وفيديو اتنين هنشرحه في فيديو. بعد الكزا سنة فيجران اربعة خمسة. لو كان فيه اختلافات كبيرة. طب لو كان في اختلافات صغيرة او اختلافات آآ تفصيلية هنبقى نشرحها في فيديو بردك بس فيديو ايه صغير وسريع طبعا الحلقات في حلقات كبيرة وفي حلقات صغيرة يعني في حلقات عشر دقيق وفي حلقات ساعة لتلت وفي حلقات هتوصل ساعة في حلقات هتوصل ساعة ونص خلاص كل واحد بقى يتفرج على الفيديو ايه زي ما احب من النصائح المطلوبة انك آآ تستفيد من السلسلة ديات انك تنفذ الحاجات اللي موجودة فيها عملي وانك توقف الفيديو وقت ما تحب يعني مهم جدا انك توقف الفيديو وقت ما تحب وتروح تنفذ اللي انا قلته لو حسيت ان الحتة دي مهمة قوي بالنسبة لك وخايف تنساه قعد آآ آآ نفذها واسيبك من من الفيديو ابقى ارجع الفيديو في وقت تاني خلاص طب لو لو طولت قوي في الفيديو واليوم ما كفاش او الوقت ما كفاش معك او لقيت وراك حاجة اعرف انت وقفت عند ديئة كام وبعد نبقى كامل في يوم تاني او كامل بعدها باسبوع او كامل لما تفضل خلاص السلسلة تسير في كل فروع الكمبيوتر بالتوازن مع المراعات الاولوية يعني ايه يعني السلسلة هتمشي في الكمبيوتر آآ في نظام التشغيل اللي هو الويندوز اكس بي اللي احنا بنشرحه كاب داية باكم نشرح حاجات تانية بعد كده اله هتمشي في الويندوز وبعدين هتدخل في الانترنت وهتدخل في الورد وهتدخل في بوربينت خلاص بس هي هتديك السلسلات الويندوز الاول مشيت في الويندوز الدنيا مشيت معاك سندخلك في النة مشيت في النت هندخلك في الوقت من المهم جيت فى الشهزة هندخلك في بورب بوينت هندخلك في في off وصف هندخلك هنمشي في الحاجات بمعاملات الاولوية طبعا الاولوية بشكل عام عشان تتعامل وتتواصل ويبقى عندك ايميل وتقدر تتعامل مع الناس يبقى دي الفكرة العامة اللي انا عايزها توصل للناس عن السلسل المساهمة ازاي تسام عنها تقدر كمستخدم كواحد بفجأة سلسلها وعجبته الفكرة قوي طبعا لما عجبتهش الفكرة ما يكملش مفيش اي نوع من انواع مش حايز اقول الاجبار او الارغان بس مفيش نوع من انواع دي يعني عادي الحاجة مش عقبك احزفها يعني جاتلك السلسلة غلط احزفها عادي جدا مفيش فكرة مشكلة لكن في نفس الوقت لو مش عقبك وعجب السلسلة معانا بجد اديها الواحد تاني محتاجها يعني السلسلة ممكن ما كنت معمولة ليك ممكن تكون انت مستوىك اعلى منها فتتفرج عليها اللي ما تفرجش وضع وقتك تفرج علي حاجة تانية تفيدك وتعلمك وتحسنك في نفس الوقت ودي السلسلة لواحد تاني لسه بادي تعلم كمبيوتر او متعلم كمبيوتر ومستوى متوسط او متعلم كمبيوتر يعني متعلمه بعشوائية ومش عارف اول ومن اخره فانت تسام معانا ازاي بالحاجات تزادية السؤال هو كيف تسام معانا الجواب مشاهدة الحلقات وتطبيق موارد دباء ان كان مهما لك يعني او الحلقات مهمة بالنسبة لك اتفرج عليها وطبق او الحلقة طويلة ومش هينفع تطبق كل الساعة على بعضها يعني مش هينفع تفرج على الفيديو ساعة وبعدين ان تطبق لا وقف قلب الفيديو وسط الفيديو وروح تطبق وارجع ثاني وارجع ثاني تفرج على الفيديو وكمله طب لو الحلقات مش مهمة لك انا اصلا بقولك ايه ان كان مهما لك لو الحلقة مهمة بالنسبة لك تفرج عليك طب لو مش مهمة ديال حد تاني استفيد ارفعها نتي استفيد ده لو انت شايف الاستلساء تستحق او المشروع يستحق الاهتمام شايفه ما استحقش بعتنا اقول لنا المشروع ابعت برضه ابعتنا وتتواصل معنا اقول لنا الموضوع ده لا استحق الاهتمام اصلا وانتو بتعمله ده كلام روش لازم احنا نحاول ان شاء الله نتقبل كل الاراء وانحاولها النقد بناء اي نقد في الدنيا يمكن تحوله النقد بناء حتى ان كان الرد رد ظالم او لد مغرد او نقد نقد مغرد الا ان اي نقد في الدنيا يمكن تحوله النقد بناء وطاقة ايجابية ان شاء الله هنستفيدها في استقناف المشروع طبعا به ارسال تقييمك للسلسلة ككل والحلقات كجزء من او انت عايز تقييمك الحلقة الفلانية كتوحش اعيدها ثاني الحلقة الفلانية كويسة اوي تعمل جزء ثاني منها تعيد فيه الاجزاء المهمة اللي انت قلتها عشان الناس تفهمها اكتر حسب كل واحد ما هو عايز ايه وارسال تقييمك للسلسلة كلا عبادة لا ده الموضوع ده ممتاز لا الموضوع ده نص ونص موضوع ده جيد الموضوع ده مقبول الموضوع ده ضاد ضعيف الموضوع ده ضعيف جدا وليس لازم اصلي كل واحد يقول رأيه الناس تتفاعل معناش احنا كمستخدمين عرب الموضوع ده عند الاجانب اكتر فياريت ان هو تقول لنا كعرب ان احنا يبقى فعالين ان احنا لما نشوف حاجة نور اين نبعت على الايميل نبعت على الموبايل نبعت ننتصد بالموبايل ارسال كل الاقتراحات والاراء والافكار عن طريق اي وسيلة من وسائل الاتصال اي اقتراح او رأي او فكرة او اي حاجة احنا نرحب بها جدا ان شاء الله دعاء للقائمين على المشروع بكل خير ده المساهمة الاخيرة منك لو ما قدرتش توصل لنا خالص والسلسلة ما وصلكش منها غير الفيديوهات ما عايفتش توصل لحاجة واستفدت منها وحبت تفيدنا فادعلنا بكل خير نلقائمين على المشروع بظهر الغيبة طبعا واللقاء اخر في علاقة قادمة ان شاء الله مع حلقات سناؤلة كمبيوتر محدثكم ابراهيم عبد الحميد بيشكركم على المتابعة وحس المتابعة ارجو ان انا حاولت قدر امكاني ان المقدمة تكون سريعة قوي وفي حاجات كتير اوكا مفوضة تكلم فيها في المقدمة قلت ما اجيلها تكلم فيها في وقت لاحق عشان المقدمة تبقى سطويلة على نفس الناس سبحانك اللهم وبحمدك اشهد ان لا اله الا انت استغفرك اتوب اليك والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته